السلام عليكم محمد صافي الدين ممتل مصراحي وناشد جمعوي ويوتيوبر كن خدم في هذا الدومين ديال السوشيال ميديا كن دير فيديوات توعوية لفائدة أبناء الشاب اللي هما عبارة عن واقع كنعيشوه في هاد البلاد ديالنا فيديوات بزاف دلنا فيديوات بحل دلنا فيديو ديال الشعوة دا بغينا نعالجوا واحد ظاهرة ديال السحر والشعوة دا القابل كبير على الناس الحمد لله ولكن في الاخير ديال الفيديو كنقولوا بان هذا مجرد فيديو توعوي لفائدة الشاباب اللي نرتقي دائما هاد شي كامل كنديروه باش ما نخلقوش واحد الفتناء او واحد زعزع في البلاد ديما كنقولو في اخر الفيديو بالنسبة لهذا هذا فيديو توعوي كنا ديرنا فيديو اخر على صحاب الجيريات صفرين غارديانات اللي كيقوموا بالقصر ديالزوزاج ديالبعت السيارات كيف ما كنقولو ليس في القناة في دي املس يعني نرى ماشي كل شي خيب وماشي كل شي جزوين دلنا فيديو كدلك على احترام الجار جارو وحد سيد كيطلع الخمر وكيطلع دريات الدار وكيطلع ما كيحترام الجار ديالو كان فيه ميصاص زويون بحكم احنا ابناء منطقة سليموما كنغيرو على المنطقة ديالنا وكنغيرو على البلد ديالنا وكنغيرو على الدولة ديالنا بصفة عامة هي المملكة المغربية كنحاول ندلو فيديوات توعوية بحكم اننا نحنا كنخدموه في المجال المسرحي كنا ذلنا واحد فيديو مؤخرا على الدجاج الميت وبالنسبة لهذا الفيديو راه ما استهدفنا فيه تشي هيئة او شي مؤسسة او شي نقابة او شي شخص احنا دوينا على الدجاج الميت خدينا الفكرة من واحد البرنامج كان داز في القناوات المغربية داز مباشرة كيتبع الدجاج الميت في البطوار خديت ذيك الفكرة وطبقتها بحكم انني انا شفت بعيني اخوان ديالنا القليل منهم الافاريقة جنوب الصحراء ادوك الافاريقة جنوب الصحراء كي ياخدوا الدجاج من تحت الكاميوات بطوار وكيشدوا ذك الدجاج وكيريشو وكي ياكلوه او لا الله اعلم فيك مهم شو ما نبعيني مباشرة وهذا الواقع راه كين ومعاش بحيث دابات قريبا واحد ثلاثة ايام او اربع ايام راه كان دهمات السلطات واحد الشاف الفيسبوك واحد الوكر اللقاو فيه شي ثلاثة ديالروسة ديال الحمير منطقة سيدي اعتمان احنا دوينا على فيديوهات اللي هي من الواقع المعاش غير الموشكي اللي وقع في هاد الفيديو هو شي ناس سامحهم الله بغاوا يخلقوا البلبلة ويخلقوا الفتنة شدوا الفيديو وقطعوه او منطقوا ذاك الشي اللي يبغى وخلوا ذاك الشي اللي يبغى اما الفيديو كامل ها هو راعدنا وغادي نشوفه في الاخر ديال فيديو كان بيينو الوجه ديالنا مكشوف حيث لا يعقل انا نكون بغينا ندلوشي فيديوهوكا ما غاديش نبينو وجهنا وكنقولو دائما لنرتقي 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 وهذو راه فيديوهات من اجل توعية ومن اجل تنوير رأي العام وراها من اللي قلت الدجاج الميت راه معنيتش سناكات ولا يعنيتش شخص انا كنعني بعض سناكات المتنقيلة وبعض سناكات تابتة انا ما يعنيتش كل شي وهذا الفيديو راه ما كيقيش الناس اللي كي ديروا البروديكسيون ديال الدجاج هذ الناس ما يعنيتهمش انا كندوي على اللي كيمشي للبطوار وكيبز الناس في الدجاج او كيياخدوه من الواقع المؤاجدك شي اللي شفت في البرنامج اللي دازل تلفازة الشو مباشرة زجو طبقته بالنسبة الفيديو هو خلق واحد درجة عند العديد ديال الناس ولكن ديك الدرجة خلقها في الفيديو التاني اللي مونطينو ومقطعين منه ذاك شي اما الفيديو الاصلي اللي كان عندي بالعكس تفعلوا معا الناس وبحيث انكم قددخلوا البرنامج عندي اللي هي بهلاوان باللغة العربية وغيتلقوا الناس سيكون مونطينو ويقولوا هذا واقع معاش نعيشوه راه مش يافت جاش راه داب الزيت العود ولو كيدلوا فيه وكيبيعون الناس زيت العود راه سكين جبير كتحنوا الحمص ويقولوا راه في العديد ديال المجال ولكن هذا يعني اننا نستهدفوا شي نقابة او شي مؤسسة او شي جمعية او شي هيئة لا بالعكس شعارنا لنرتقي لكننا احنا كمسرحيين وكفلنانا في بلادنا من عبروش على حرية الرأي ديالنا ونديروا فيديوات توعوية يعني ما كي لاش نديروا المسرحة او لا نديروا التمثيل او لا نديروا او عبدو ربي اللي كيدوا معاكم بعدا باش تعرفوا حبوا الانتماء لهذا الوطن هو عامين ديال الكوفيد دووا استكلاما مع الملحقات الادارية في توعية والتنشيط للمواطن باهمية كوفيد كورونا بين قوسين هادي كنت نخرج مع السلطات المحلية كنت ندير توعية بالمجان مع جميع الملحقات الادارية اللي كينين في المقاطعة صافي الدين فيما كتكون شي زيارة ديال سيدنا اللي ينصروا الاو انك يلقوا صافي الدين ووقف في الصف الامامي وكيجمع الناس في استقباله يعني عندي روح المواطنة وروح ديال البلادي وكي نبغي بلادي بالنسبة للفيديو تفرج في الفيديو كامل عاد حكي مرة في سبعة دقائق وماشي دو قطعه وخلوه في خمسة دقائق يعني خلقوا واحد البلبالة وهد الناس راه النيابة العامة غدتاخد المشارة دياله فيهم ولي دار شي حاجة رغي تعاقب عليها بالنسبة اللي خلق الشوشرة رغي تعاقب علي هاد الفيديو اللي قطعه ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس